للقضاء المصري أزرع كثيرة ومتعددة ومختلفة تختلف باختلافها وباختلاف مهمتها في الهيئات القضائية وباختصاص كل هيئة عن الأخرى نحن اليوم ضمن هذه السلسلة مع رؤساء الهيئات القضائية في واحدة من هذه الأزرع العريقة في هيئة قضائية عريقة يمتد تاريخها لما يزيد عن قرن وأربعة عقود من الزمان في هيئة قضائية اتسمت بالشفافية والمصداقية على مدار تاريخها في هيئة قضائية لها الكثير من الإنجازات على أرض الوقع في هيئة قضائية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ كالدولة المصرية نحن اليوم مشاهدين الكرام في الهيئة التي أنيط بها الحفاظ على المال العام والذي هو مال الشعب نظرا لمكانتها المرموقة في المجتمع المصري مشاهدين الكرام رحب بضيتي الكريم مع علي المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة أهلا بك سيادة المستشار محمد ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري مرحبا بيكم مرحبا بالقناة الأولى والتلفزيون المصري وشرف للهيئة أنك تكون ضيف عندها إن شاء الله إحنا متشرفين طبعا بوجودنا مع حضرتك النهاردة ما يقرب من 140 سنة أن يكون عمر هيئة قضائية هناك دول كثيرة نعم ليس لديها أعمار كهيئة قضائية واحدة من ضمن هيئتنا في مصر نعم هيئة قضايا الدولة زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وقفت في تاريخها هي ضاربة الجذور هي إنشاءة 1876 أيام الاحتلال البريطاني وكان الهدف منها الحفاظ والدفاع عن مقدرات الدولة المصرية أمام المحاكم الأجنبية هذه المهمة لا زالت قائمة بل الدستور رسخ مهمات أخرى لصالحية قضاء الدولة فطول الأمر 146 سنة على مدار التاريخ أن الهيئة تدافع عن المال وتحمل المال العام لأنه في النهاية مال الشعب فإذا أنا حميت المال العام حميت مال الشعب فالهيئة مهمتها الأساسية الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج في القضايا سواء المرفوع عليها أو المرفوع منها دي المهمة الأساسية للهيئة ودي مهمة عظيمة ساعة المصر شهر عظيمة لأنها بتحافظ على مقدرات الوطن وبتحافظ مدام حافظنا على مقدرات الوطن حافظنا على الحق المواطن فبالتالي لازم أرسخ ودعم الهيئة لكل عناصرها وأساعدها من كل الجوانب للحصول على هذه الأهداف المرجوة من الهيئة البداية والالتحاط وحتى اليوم الأول من هذا الشهر وهو الأول مسيادتك رئيسا لهذه هاية ما بين الفترتين الكثير من الأحداث والكثير من الأفكار والكثير من الأحلام والكثير من الرؤى التي تبلورت ربما في هذا اليوم ما الذي ضار في هذه السنوات؟ اللي ضار في هذه السنوات هو مجهود شاق خلال رحلة 47 سنة ما شاء الله هذا الموجود تمس لعناية تم بدراسة الأضايا التي أسندت إليها بمعنى أن كل حرفيات الأضايا اللي أسندت إليها لابد أن أكون مذاكرة جيدة سواء من ناحية الإجرائية سواء من ناحية الموضوعية بحيث أننا ما كنت أنزل في قضية في قدام المحكمة لابد أن أكون جاهز ومستنداتي ومذكراتي لتتضمن الدفوع والدفاع المناسب لهذه الأضايا والحصول على مستحقات وحقوق الدولة بقدر الإمكان تمام تمام لأنه النهاردة في النهاية أنا خص مش عارفة لو في رسالة بنحب نوجهها لولادنا دلوقتي في كليات الحقوق أو اللي عندهم رغبة أنهم يلتحقوا بالهيئات القضائية ما الذي يمكن أن يفعلوه حتى يكونوا على نفس القدر وهذا المصار من التفوق والاجتهاد والجد والعمل النصيحة اللي وجهها لمن ينشد الإضحاق بأي هيئة قضائية أنه يجتهد أولا دراسة القانون دراسة ممتعة للغاية لأنها دراسة منطقة تمام فالنهاردة هو عشان ينشد أن يلتحق بأي هيئة قضائية النهاردة التأديرات بقت مرتفعة جدا طبعا بقت مرتفعة والامتيازات كتيرة درجات الامتياز كتيرة فالتنافس الشديد فهو النهاردة أي طالب في كليات الحقوق ياخد الدراسة باستمتاع أنه بيدرس القانون وبيدرس المنطق حينال ما ينشده تمام طيب دا بياخدنا في نفس الإطار وفي نفس المحور أنه ولدنا وطلبتنا طلبة كليات الحقوق على مستوى الجمهورية بيبقى عنده هدف وحيد وما عندهش البدائل أنه لديه الرغبة المؤكدة أنه يلتحق بكليات يلتحق بإحدى الهيئات القضائية نعم أنا طبعا العدد بيكون محدود عندي والاختيارات بتكون يعني لديها شروط وضعت من قبل كل هيئة ومجلس إدارة الهيئة المؤكرة أي شروط الواجب توفرها في طالب كليات الحقوق حتى يلتحق بالهيئة القضائية هيئة قضاية الدولة بعد إذن حضرتك هي الشروط تكاد تكون متطابقة في ريئات كلها تمام وهي تتمثل في الأهلية والكفاءة الأهلية والكفاءة الأهلية والكفاءة تمام نحن نرضى الأهلية متوفرة لندور على المجموعة وعلى التأدير الحاصل عليه المتقدم نعم فما بنيجي نفحص هذه المسائل ونأخذ من الأعلى للأدنى يعني نأخذ المجموعة الأعلى ثم ننزل في الأدنى والأدنى لغاية ما نستوفي العدد اللي إحنا طالبين بس إذن هي شروط يعني شروط عامة للجميع للكل لكل الهيئات تمام طيب خلينا أكلم حضرات مع المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضاء الدولة عن محور آخر متعلق بمحور ميكانة الهيئات القضائية أو التحول الرقمي إنجاز التعبير نحن في جمهورية جديدة نحن هناك مدينة للعدالة جديدة يكون التعامل رقمي يعني تدخل القضية برقم وبتاريخ معلوم يتم تحديد كافة أوج القضية من البداية حتى النهاية ولا يكون هناك تعامل ورقمي ما الذي فعلته الهيئة في هذا الأظهر نعم هو طبعا لابد للهيئة أن تساير التطور العصري نعم إحنا على أعتاب جمهورية جديدة فلابد الجمهورية تعتمد على الرقمنا نعم فلابد أن تكون الهيئة في هذا الركب وإلا هتتخلف عن الركب وده هيكون يرتب نتيجة سلبية لشغله نعم فيعني الهيئة أبرمت برتقول مع وزارة الاتصالات لإدخال هذه التكنولوجيا الحديثة في الهيئة وعدت تدريبات للإداريين والمستشارين في الهيئة للوصول للمعرفة التكنولوجية للأرشفة وحفظ الأضايا وكلام ده كله عن طريق التكنولوجيا الحديثة فإحنا في هذا الركب ماشيين خاصة أن الهيئة تعاقدت مع شركة لإنشاء بوابة ألكترونية للهيئة للتعريف بها وإدخال حديث أحدث أحكام سواء محكمة الإدارية العليا محكمة الناظر محكمة دستورية العليا وأحدث القوانين وكافة القوانين اللي ممكن للعضو يستعين بيها فيعني إحنا في هذا المقام نسير يعني من كل التوفيق طيب محور آخر عن بالطبع أكيد عندما تبوقت رئاسة ليئة هناك أجندة أو ملفات على أجندة سيادة تكريب العمل القضائي في الفترة القادمة ما هي الملفات التي أعددت العدة لها وعازم على تنفيذها في الفترة القليلة القادمة؟ هي الملفات كثيرة أولها تطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة خاصة في الوجه القبلي قيطاليق هذه الأماكن بدور الهيئة أنها المدافع الأول عن الدولة نعم المحور الثاني أن أنا عندي هصعد ودعم دور المرأة في الهيئة أنها ترقص قطاعات وده الأول مرة في تاريخ الهيئة تصل المرأة لرئاسة القطاعات لرئاسة القطاعات لرئاسة القطاعات وهو طبعا أعلى وظيفة قضائية في الهيئة علاوة على التوسع في رئاسة الأقسام والفروع المرأة أصبحت الآن في كافة الهيئة القضائية وهناك تعاون ما بينكم ما بينها لقاءة القضايا الأخرى كمجلس الدولة ما بينهيئة قضايا والفروع نعم 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 ذو تمانين زميلة مستشارة لمجلس الدولة ونفتخر أن احنا قعدناهم عدة طيبة ونفتخر بوجودهم في مجلس الدولة كمسالة من هيئة قضايا الدولة طيب هيخدني المحور وهو التعامل والتعاون والتكامل ربما إنجاز التعبير لكن التعاون أفضل وأشمل وأعام بين هيئة قضايا الدولة وباقي الهيئات القضايا الأخرى كمجلس الدولة نيابة الإدرية القضاء العام ما شكل التعاون الذي يتم والتنصيق بينكم في الملفات علما بأن لكل هيئة اختصاصها هوية هي منظومة متكاملة يعني أنا النهاردة كاية قضايا الدولة دوري الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم إذن النهاردة أنا بحضر أدام محكمة القضاء الإداري أو محكمة القضاء المدني محكمة المدنية أو محاكمة الإدارية كلها دوري يتمثل في الدفاع عن الدولة أنا عشان أصل لهذه النتيجة المرجوة لابد أن أكون حاضر أدام الهيئة اللي حتحكم بملفي جاهز بقضية جاهزة معطلش الفصل في القضايا بمعنى أن أصل متعاون مع الجهات والهيئات الأخرى للعدالة الناجزة إذن كلنا بنتكامل في منظومة واحدة هي الوصول لهدف واحد وهي العدالة الناجزة وصلنا للعدالة الناجزة حققنا أمن وأمان المواطن لأن العدالة الناجزة هي بتوصل لأول حاجة برفع كاهل التقادي عن المواطن وبخف العيب عن المحكم هي منظومة متكاملة ساعات المرسل طبعا إحنا عندنا أقسام في الوزارات أقسام قضائية في الوزارات والهيئات العامة الأقسام دي دورها مهم جدا لأنها همزة وصل بين الجهة الإدارية وبين هيئة قضايا الدولة الهمزة دي بتساعد على العدالة الناجزة تحقيق العدالة الناجزة ليه؟ أنا النهاردة ما يكون عندي مستشار في الجهة الإدارية مقره في الجهة الإدارية بس هو تابع للهيئة هو بيجيب المعلومة سهلة ويوصلها للهيئة سهلة إذن النهاردة بيتحقق الغرض المنشود وهو تحقيق العدالة الناجزة فأنا بأمل أن أنا أتوسع في هذه الأقسام القضائية لدى الوزارات اللي لسه ما عندهاش أقسام قضائية للهيئة تمام ده ملف من ضد الأجاند أتوسع كمان في مسألة التدريب إحنا عمليم برتكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وحقيقي يعني الهيئة استفادت من الدورات اللي كانت بتنظامها الأكاديمية وأخيرها دورة لإعداد قادة للمستشارين والكبار المستشارين في الهيئة وتخرج 25 زميل وبعد العيد إن شاء الله في دورة أخرى لـ 25 زميل آخر دور الهيئة طبعا في التدريب ودورها في استحداث النظم الحديثة له طبعا مردود كبير ومردود إيجابي على الأداء داخل المحاور كثيرة ومختلفة لكن حابب أختم حواري مع حضرتك عن بعد أداء اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هناك اجتماع موسع ما بينكم كرؤساء للهيئة القضية وفخامة الرئيس يعني الحوار دائما يتحدث طبقا للتصريحات التي خرجت عن دور القضاء في حماية مقدرات ومقدسات المجتمع بداية يعني إحنا نشكر فخامة السيد الرئيس على إنه التقى بنا ويعني وجهنا توجيه لصالح الوطن والمواطن بداية فخامة الرئيس تحدث أنه لا يتدخل في أعمال القضاء ويترك القاضي لسلطان ضميره ويوجه بضرورة العدالة الناجزة لكي يتحقق الأمن والأمان للمواطن فحقيقة يعني أنا شخصيا كنت قاعد مستمع ويعني ويعني منصت إنصات جيد هو التصريح الأهم واللي سيادتك ذكرته ولدائما فخامة الرئيس دائما ما يؤكد على هذا التصريح أنه لا يتدخل في أعمال قضاء ويحترم القضاء والقضاء لأن القضاء هو الحصن المنيع والحافظ والذي يصون حريات ومقدسات المجتمع مع المستشار الحوار انتهى سريعا وكنت أود أن أكون معك أكثر من ذلك سعيدنا جدا باستضافة حضرتك لنا النهاردة وأنك تختص التلفزيون المصري بأول حوار لحضرتك بعد توليك هذه المسؤولية شكرا جزيلا مع المستشار الجليل محمد بق رئيس هيئة قضايا الدولة شكرا لحضرتك شكرا لحضراتكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مع السادة الرؤساء الهيئات القضائية في بداية العمل القضائي بعد آدائهم لليمين الدستورية أمام فخامة السيدة الرئيس شكرا لحضرتكم ودنتم في أمان الله